أن التطور والظروف الراهنة في اليمن تستدعي إلى استمرار وتكثيف التعاون الأوروبي والعربي دعماً لليمن واليمنيين اعتباراً للمسئولية التي تحملها أمام الشعب اليمني كان لفخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي بصمة تصدرت المشهد في العام 2019 على جميع الأصعدة والمجالات سواء على الصعيد المحلي من حيث متابعة أوضاع وخدمات المواطنين أو سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية أو الترتيبات الإدارية التي أجراها لتحسين أداء السلطات المحلية في بعض المحافظات أو تجاوز الصعوبات التي حدثت في العام الماضي محاولاً منع أي ضرر ضد أبناء الشعب في جميع محافظات الجمهورية فعلى المستوى الخارجي كان له العديد من اللقاءات مع ممثل الهيئات الأممية والمنظمات الدولية وقادت الدول المهتمة بشأن اليمني بحث خلالها التطورات على الساحة الوطنية ونقل خلالها المعاناة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وفي ذات السياق يتوجب على هذه القمة الوقوف بحزم أمام التدخلات والإطماع العيرانية في الشؤون العربية وبالتحديد منها التدخلات العيرانية السافرة في اليمن وعلى المستوى المحلي اتخذ فخامة الرئيس إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد واصدر قرارا بتشكيل لجنة اقتصادية مهامها منع تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعين محافظا للبنك المركزي موجها بضرورة عادة التوازل للعملة وعلى المستوى الحكومي أجرى فخامة الرئيس تغييرات حكومية شملت العديد من الوزارات وحرص على تفعيل المؤسسات التشريعية من خلال دعوته مجلس النواب لعقد دورته غير الاعتيادية والتي عقدت بحضوره بمحافظة حضرموت وتم انتخاب رئيسا للمجلس ونوابا له وعلى هامش انعقاد مجلس النواب في حضرموت رأس فخامة الرئيس اجتماعا للقيادات العسكرية والأمنية بحضرموت عبر فيه عن تقديره وامتنانه للجهود التي تبدلها المؤسسة العسكرية والأمنية في الوادي والصحراء في سبيل استثباب الأمن والاستقرار حرص فخامة الرئيس على تحسين أداء السلطات المحلية في بعض المحافظات حيث قام بتعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات تعز وشبوه وعدن وحثهم على بذل مزيدا من الجهود لخدمة المواطنين وتأسيس دعائم العدالة والمساواة والأمن والاستقرار كما عقد اللقاءات الدورية بالحكومة وقيادات السلطة المحلية من كل محافظات الجمهورية وقيادات مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية والقضائية والعسكرية وفي معركة اليمنيين الكبرى ضد مليشي الحوثي الإنقلابية تابع فخامة الرئيس الانتصارات والمعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني أولا بأول وعين قادة عسكريين في مراكز ومناطق عسكرية مختلفة حثا أبناءه المقاتلين على الثبات ومواصلة النضال الوطني حتى يتحقق النصر المبين ومع الأحداث الطارئة التي حدثت في عدن تعامل فخامة الرئيس هادي بحكمة الحريص على دماء أبناء الوطن بمساندة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي دعا كل الأطراف إلى مشاورات استمرت لشهرين متتاليين شكل خلالها الرئيس هادي لجنة للمشاورات وتكللت هذه الجهود برعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أكد على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة وأشاد فخامة الرئيس بالجهود التي بذلت لإنجاح هذا الاتفاق والدعم والإشراف المباشر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية واعتبر الاتفاق أرضية للانطلاق نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الشعب اليمني لإنهاء انقلاب المليشي الحوثية المدعومة من إيران ووجه فخامة الرئيس كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كلا فيما يخصه مثل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي اليمن في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ والقمة الثلاثين للجامعة العربية التي يقيمت في تونس أشار فيهما إلى حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة لانقلاب المليشي الحوثية المدعومة من إيران مشيرا إلى المأساة التي طالت كل المدن اليمنية وفاقمة المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية وكانت لفخامة الرئيس مشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية في مكة أكد فيها أن النظام الإيراني أنشأ في اليمن ميليشيا طائفية ظل يرعاها لسنين طويلة عباها بلا حقاد على التاريخ والإنسان والحضارة اليمنية وحرضها على جيرانا وأراد أن تتحول اليمن إلى منطلق لزعزعة أمن واستقرار الإقليم والمنطقة والعالم وطالب خلالها من كل العالم أن يقف مع شعبنا اليمني في تقديم الدعم لاستعادة دولته ومؤسساتها المختلفة وكان للرئيس عبدربو منصور هادي مواقف ثابتة أكدها للمبعوث الأممي إلى بلادنا والوفد المرافق له بالوقوف على آفاق السلام ومستجداته وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق ستوك هولم وأكدا على تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخيارا تعمل الحكومة دوما من أجله وفي مختلف المواقف والظروف لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام كما جدد موقفه الدائم تجاه السلام وتحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا كما استغبل فخامة الرئيس عددا من المسؤولين الأمريكيين ناقش معهم عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة الوطنية مؤكدا بأن اليمن والولايات المتحدة الأمريكية تتفق في الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية معا لمواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة والعالم مشيرا إلى عمق العلاقة المتينة والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات والظروف ومنها التنسيق والتعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب المليشي الحوتية الإيرانية وفق المرجعيات الثلاثة المتمثلة بالقرارات الدولية والثوابت الوطنية وطوال العام استقبل فخامة الرئيس هادي عددا من سفراء الدول المعتمدين لدى بلادنا وناقش معهم عددا من الموضوعات المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف الجوانب والأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق السلام الممكنة والمتاحة مشيدا بالدور الإيجابي لبلدانهم إلى جانب بلادنا في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة مثمنا دعم بلدانهم المقدم لليمن في مختلف المجالات طوال عام كامل بذل فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي جهودا كبيرة على جميع المستويات والأصعدة المختلفة رسخ من خلالها عقيدته وإصراره القوي لبناء اليمن الاتحادي الجديد وهي إضافة إلى رصيد رمز اليمن وقائدها الشرعي الأول طوال سنوات توليه السلطة وقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان أكف أمامكم اليوم للمرة الخامسة منذ أنكلاب القاشم الذي نفذت ماليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا على الشرعية اليمنية والتوافق الوطني ومقريات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد لأذكركم جددا بحجم المأساة التي يواكحها الشعب اشتركوا في القناة